في هذا الإطار أكد السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ أن الرئيسة المصرية لقمة المناخ كوب 27 تصر وبشدة على أن يكون هناك تقدم ملموس لبند تمويل الخسارة والضرر في هذا الإطار شدد السفير وائل أبو المجد على أن التمويل يظل العقبة الأبرز أمام العمل المناخي بعد الوفود كانت هناك عدد منتراكس من الغرف ونعلمه أن كما قلنا أن نحاول أن نرتقي لمستوى الحدث والعمل ليس كافي حتى الآن نستطيع أن نقول ذلك بالطبع كل وفد يجب أن يعتني بالمصالح الوطنية الخاصة به ولكن أعتقد أن قطورة التحدي كما ذكرى من خلال العلم والتقارير المرتبطة بآي بي سي سي ويوناب وكذلك التقارير الخاصة بالمساهمات المحددة وطنية كل هذا يتحدث عن التحديات التمويل المطلوب لمعالجة التغير المناخي شكرا هناك توقعات بأن رئاستنا لالكوب حين تتعامل بهذا الأمر سوف يكون هناك تركيز على الأولويات والتحديات والشواغل الخاصة بالقرة وهناك حوار حول ما يمكن تحديثه على الحصول عليه على الأرض والعمل من خلال الاتفاقيات الجماعية وكذلك هناك التمويل الخاص بالتكيف وكذلك نأمل أن يكون هناك مساهمات بأعداد جيدة تأتي أيضا لقضية التكيف شكرا جزيلا معالي السفير نحن أيضا نطالب لا نطالب ولكن نصر على أن يكون هناك تقدما ملموسا لمعالجة قضية التمويل للخسارة والضرر أعلم عن شبكة سينتياجو ولا هم يؤدون بشكل جيد وأعتقد أن نستطيع أن نقول هذا العمل جيد ولكن فيما تعلق بجانب التمويل فإننا يجب أن يكون نعلم أن الأمر يحمل الكثير من التحديات وهناك المكونات المناخية ورأينا ذلك وأعتقد أن هناك عناثر كثيرة والتزامات وتأكيد على الالتزامات السابقة لذا سواء كان هذا يؤثر علينا أم لا هناك الأمم المتحدة بها 797 عضوا من الدول الأضاء وهذا يجب أن يكون هناك قطاعا يتعامل مع قضية الأمور الخاصة التي نتعامل معها وهناك الكثير حول التغيير المناخ الذي يظهر هذه الالتزامات ونحن نرحب بهذا بشكل واضح